اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بمعالي علي أكبر صالحي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء اليوم في طهران حيث تم تبادل وجهة النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على جدول عمال القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز التي ستبدأ عمالها صباح الغد مؤكدين على أهمية تواصل القمة إلى قرارات تعزز دور حركة عدم الانحياز وتطوير عملها وتحقيق مصالح دولها الأعضاء كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بينهما وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين